أسئلة كثيرة وردت حول بنك أبو ظبي الإسلامي وحول استخدام كيرير كارد صادر عن هذا البنك ويبدو أن السائل يسأل عن الدبير كارد لأنه يسأل عن كارد يستقطع من حسابه مباشرة نقول له يا رعاك الله إن كنت تستخدم رصيدك لدى البنك في تغطية مشترياتك ولا تقترض مالا يعرضك الفائدة الربوية فلا حرج عليك في هذا حتى لو اضطرت إلى التعامل مع مصرف غير إسلامي لأنك تستخدم أموالك والبنك وكيل عنك في تسديد مشترياتك إلى مستحقها أما والمصرف إسلامي وبنك أبو ظبي على كل حال مبلغنا من العلم أنه من أنقى المصارف الإسلامية المعاصرة وفق شهادة الخبراء عندنا ومن ثم فإنما تذكره يا رعاك الله على أصل الحل لكن كأنك ذكرت في معرض سؤالك أن من اقترض قرضا من هذا المصرف في غرامة تأخرية بعد خمسة وخمسين يوم أنا الحقيقة لا ينقضي عجبي من مثل هذا الشرط إن كان نقلك دقيقا لأن شرط الغرامة المذكور في مصرف إسلامي اشتراط غريب عجيب لأن الغرامة التأخرية على الديون من الربا وقرارات المجامع الفقهية تنص على هذا لعل هناك اضطراب في النقل وأحيانا يقال وما آفة الأخبار إلا رواتها أو قد يكون لدى القائمين على المصرف تأويل لا أعرفه لكن مبلغ علمي أن الغرامة التأخرية على الديون أو القروض من قبيل الربا وقرارات المجامع الفقهية تدل على ذلك صراحة وتنص على ذلك صراحة على كل حال في حالتك أنت أنت تقول أنت تجتنب الاقتراض تستخدم فقط الكارد في سداد مشترياتك والكارد يستقطع من حساباتك فعلى بركة الله ليس عليك حرج فيما تذكر أسأل الله لي ولكن التوفيق والسدادة والرشاد لا أحرج في هذه الحالة إذا أعطاك البنك كاشباك لا يوجد فيها إشكال لأن البنك يأخذ خصم من التجار الذين باعوا لك يقتسم هذا بينك وبينهم لا حرج في حدود ما ذكرت من معلومات بارك الله فيك